السلام عليكم ومرحمة الله وبركاته كيفكم خامس؟ إن شاء الله تكونوا الكل بخير يوم إن شاء الله خامس رح نشرح ما تبقى من الدرس الثاني وهو أثر تغيرات البيئة في الأنظمة البيئية باقي عنا جزء كتير بسيط من الدرس وهي المحميات الطبيعية في الأردن هلأ إحنا الحصة السابقة شرحنا عن تغيرات اللي بتأثر في النظام البيئي فحكرة ممكن تكون هاي التغيرات طبيعية مثل الحرائق، مثل الزلازل والبراكين وغيرها من ارتفاع الحرارة وتغير تضاريس الأرض ممكن يكون سببها هي العلاقة بين الكائنات الحية كعلاقة الافتراس أو التنافس وغيرها حكينا ممكن يكون نتيجة أنشطة بشرية كالصيد وغيرها هاي جميع هاي العوامل تؤدي حكينا إلى التأثير على الكائنات الحية وتؤثر على هذا النظام البيئي صحيح فحكينا أنه إحنا ممكن يؤدي إلى انقراض بعض أنواع الكائنات الحية فكان لابد من وجود حل لهذه المشكلة الحل كان عندنا هي بإنشاء محميات طبيعية المحمية الطبيعية هي المقصود فيها مساحة من الأرض تحظى بالحماية القانونية للحفاظ على حياة الكائنات المهددة بالانقراض هلا زي ما إحنا بنعرف أن الأردن بتميز بالتنوع الحيوي أنه إحنا عندنا العديد من الكائنات الحية الموجودة هون داخل نظام بيئي معين صحيح فبالتالي أدى إلى انقراض بعض أنواع الكائنات الحية ومنها المهى العربي فبذلك أنشأت عندنا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وهي جهة المسؤولة عن إنشاء هذه المحميات لحفاظ على الكائنات الحية أنشأت ما يسمى بالمحمية الطبيعية للمحافظة على هذه الكائنات الحية زي ما إنتم لاحظين هون كتبت لكم التعريب كتبت لكم هدف هذه المحمية هي الحفاظ على الكائنات الحية من الإنقراض وكتبت أيضا من هي الجهة المسؤولة وهي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة هذه الجمعية أيضا أنشأت ما يسمى في البيوت الزجاجية فزي ما هي الجهة المسؤولة عن حماية الحيوانات كان عندها هدف أيضا حماية النباتات المهددة أيضا بالإنقراض فأنشأت ما يسمى البيت الزجاجي وسمي بالبيت الزجاجي لأنه مصنوع من الزجاج خلنشوف تعريفه مع بعض خامس هو بناء مخصص لإغراض الزراع وحماية النباتات سنعت جدرانه من الزجاج لاستماح بوصول أشعة الشمس والتهوية اللازمة إلى النباتات بداخله هذه صورة البيت الزجاجي وهو مصنوع من الزجاج حكي أنا سمير بذلك لأنه مصنوع من الزجاج لكي يسمح وصول أشعة الشمس والتهوية اللازمة لبقاء الكائنات الحية فيها واضح خامس إذن هاي كان آخر جزء بهذا الدرس لأي سؤال أو استفسار رسلوني على الخاص ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى